بعد ما تستخدميها هروح تانية الفوطة كده وهترائحة كريهة في الفم حضرتك الصبح على الريق أنا هنا ايه عشان اقولك انه هو طبيعي شرط ليه الشرطات القطن سواء انت لابسة بانطالون جينز لابسة جيبة معلومات عن الفوط الصحية لازم كل البنات والستات تعرفها طبعا كل البنات والستات من اول فترة البلوغ لحد سن الـ 45 أو الـ 50 بيجينا الدورة الشهرية وبنحتاج خلال الفترة دي اننا نستخدم الفوط الصحية عشان هي يعني ايه وسيلة للعناية الشخصية والنظافة الشخصية في فترة الدورة الشهرية لانها بتاخد السوايل الدورة الشهرية تشوفيني سعيدني اشتراكك في القناة واكد ان انت عاملة سابسكرايب وعمليلي لايك لاني هقول كلام في الفيديو ده غالبا غالبا هتكوني اول مرة بتعرفي طبعا لو انت بنوتة صغيرة لسه اول مرة في فترة البلوغ كده عنديك 12 13 14 سنة مفروض ان والدتك بتتكلم معاكي قبل مرحلة البلوغ دي من سن 10 سنين انها تبدأ تحسي بتغيرات قلم اسفل البطن صداع تبدأ يكري تحسي بافرازات تنزل لونها بامبة ثم يحدث البلوغ وتحدث نزول الدورة الشهرية مفروض ان انت لما بتيجي تشتري الفوط الصحية طبعا ايه انا هنا مش بتكلم على نوع معين يعني الصيدلية مليانة والهايبر ماركت مليان حضرتك بتروح تجيبي اي نوع فوط صحية انت عايزاي لكن اهم حاجة وانت بتختاري الفوط الصحية دي حاولي ابعدي عن اللي في عطور يعني لو هو مفيش اللي هو خلاص ماشي اوكي احنا هقولكو في الفيديو حاجة طبعا كلنا بنتعرض ديليها اللي هي ممكن حدوث التهابات اثناء الدورة الشهرية ومع احتكاك منطقة المهبل مع الفوط الصحية نعمل ايه عشان نقضي على هذه المشكلة وهقولك وصفة خطيرة خطيرة وجبتها من دكتورة نسا طبعا احنا لما هنجيب الفوط الصحية لما هتيجي تختاريها هتختاريها ازاي اهم حاجة ان انت تبصي على المنطقة اللي هنا دي طبعا هتلاقي في علامات تلت او اربع مقاسات الفوط الصحية مقاس صغير خالص مقاس متوسط مقاس كبير انت هتجيبي اي مقاس غالبا غالبا انا بفضل المقاس المتوسط اللي هو في النص مناسب لكل البنات والستات مناسب لكل الاحجام الصبح تبقي ناس ده مدرستك وكليتك وانت متطمنة برضو وانت نايمة بالليل تبقي متطمنة لكن ممكن لو حد ايه جسمه ضخم شوية مليان او طويل ممكن هو يستخدم اللي هو المقاس الاولاني اللي هو اكبر مقاس او اطول مقاس يبقى افضل مقاسين انا بفضلهم او عطول بستخدمهم اللي هو المقاس اللي في النص اللي هو المتوسط اللي بيمشي مع كل البنات والستات او ممكن تجيبي المقاس الكبير ده بتستخدميه اثناء الليل لو انت يقلقنا ان يحصل اي تسخيب او اي حاجة طب الحاجة التانية اللي انا ابص عليها نوع الفوت نفسها ملمسها مفروض ان هي يبقى ملمسها ايه ملمسها قطن طبعا احنا لما بنجيب الفوت الصحية فيه نوعين من انواع الشركات فيه شركة اللي هي مغلفاها في ورقة كده حضرتك بتشيلي الورقة وبنبدأ نسبتها في الملابس الداخلية او فيه شركات بقى عاملة النظام الجميل ده اللي انا عملت للكو فيديو شورتس عنه طبعا فيه بنات كانت عارفة المعلومة دي وفيه بنات كانت اول مرة بتعرفها ان حضرتك بتفتحي الكيس بتاع الفوت الصحية دي بتلاقي جواه الكيس طب الشركة مصممة الفوت الصحية في كيس كده عشان هم تستخدميها هروح تانية الفوتة كده ورمياها فيه بسكة الزبالة فبكده البنات بقى اللي بتتكسف من بابا واخويا الكبير والعرايس اللي اسا متجاوزين وجوزي هيقرف من شكل الفوت الصحية لان الرجالة ما بتفهمش في الكلام ده في حضرتك الفوت الصحية وهي جواه ده في بسكة الزبالة هي مش باينة واكنها منديل كلينكس كده ايه مرمي ومفيش اي مشكلة منه فدي من الحاجات الحلوة جدا طبعا فيه بنات كانت بتفتح وتروح رميا الكيس ده وبعد كده لما تيجي ترمي ده ترميه في بسكة الزبالة كده وطبعا البنات اللي بتجيب انواع ملوش كيس زي ده لازم احنا قلنا منديل كلينكس كده وبحطي في ده وترميها مش عايزة انزانها البان خالص لان دي من اصول النظافة الشخصية والزوقيات لان احنا نتخلص من فضلاتنا يعني بدون محد ايه يعني يدي ايه حد خصوصا ايه لان رجالة مش بتفهم الكلام ده طبعا بالنسبة للبنات الصغيرة انت لما بتجيب الفوتة الفوتة دي تصميمها يعني حلوة جدا جدا لان تصميمها من هنا دي ومن هنا واسع طبعا ان احنا بنسبته ازاي في البنتي حدرتك هتجيبي البنتي وبيبقى الوضع كده طبعا انا عارفة ان في بنات وستات عارفة الكلام ده لكن في بنات اخرى مش عارفة خالص الكلام ده والامهات مش بتشرح فانا بحاول اشرح للبنات الصغيرة اللي ما عندهاش فكرة خالص فحدرتك بتجيبي الفوتة الصحية هنا بيبقى فيه ورقة كده بتشيليها بتسبتيها في البنتي بالشكل ده الحتة الرفيعة بتبقى من قدام والحتة العريضة بتبقى من وراء ثم بيبقى فيها ليها زي اجنيحة كده حدرتك هتشيلي برضو الورقة اللي هنا وتسبتيها في البنتي وبكده تبقى الدنيا تمام قوي وبنصح كل البنات وستات في فترة الدورة الشهرية خصوصا اليوم التاني والتالت بيبقى فيه الافراز غزير لازم بنبقى لابسين حط الفوتة الصحية ما حطنا في البنتي عادي شورت اللي هي الشورتات القطن سواء انت لابسة بانطلون جينز لابسة جيبة عباية يعني اللي انت لابسها المهم ان الشورت ده بيخلي ما فيش احتكاة ما بين الفقدين فبيقلل اسمرار ما بين الفقدين ثم ان انت تبقى متطمنة ان لو الفوتة الصحية اتحركت الزحزحة حصل تسريب حصل اي حاجة انت متطمنة انت في النادي في جامعتك خارجة كده انت تمام زي في شغلك قعدة تمام متطمنة ان ما فيش اي اي مشكلة المشكلة اللي بتحصل لمعظم البنات والستات خصوصا في شهور الصيف ستة سبعة تمانية حر رطوبة تلزيء افراز عرق كبير اثناء الدورة الشهرية غالبا احتكاك الفوت الصحية مع الجلد مع افرازات الدورة بيعمل ايه يا بنات؟ بيعمل التهابات بيعمل احمرار في المنطقة الحساسة وما بين الفقدين ايه الحل بتاعه؟ الحل اتنين اما ان انا استخدم كريم مضادة حيوي في الفترة دي وده مش بنفضله اوي لان هو ممكن يأثر على المنطقة خارجيا او استخدامه بكاترة هو كريم مضادة حيوي طب ايه الحاجة الطبيعية؟ ايه الوصفة الطبيعية؟ ايه الكريم او الزيت الطبيعي اللي ادهنه خارجيا في المنطقة دي بناء على وصفة من دكتورة نيسان شفتها ليها ونصحت بيها بنات وستات كتير وجات رفيوهات عنها انها بتشكرها لان الوصفة دي فتحت لهم المنطقة بتقضي على الفطريات والبكترية وبتعمل طبقة عزلة ما بين جلدك وما بين الفوت الصحية فمش بنحس باي حاجة ايه هي الحاجة دي؟ يلا بينا نقولها زيت جوز الهند البكر العضوي هو ده اللي انا بتكلم عليه زيت جوز الهند الطبيعي اللي معلغوش اي فرازات ده كده ايه شكله يا بنات ايه معانا عامل زي الكريم طبعا طول شهور الصيف بنحتبس بيه في التلاجة في الشتة ممكن نسيبه برا زيت طبيعي مفهوش اي حاجة وعايز اقولكو ان الزيت ده اا للناس اللي عندها اا معدتها مش مزبوطة عندها ايه حكريهة في الفم حضرتك الصبح على الريق انا هنا ايه عشان اقولكو انه هو طبيعي الزيت ده احنا بنكله بنحطه على شفايفنا بنحطه في بقنا كده با كان بلاعه مش ادري اقولكو جميل جوز هند اكنك بتفلي صمرت جوز هند ده بيتاخد على الريق الصبح بيموت الفطريات والبكتيريا اللي في الجهاز الهضمي بتغديه وتحركيه ما بين شفايفكم وبين بق كده مع الاستمرار شهر شهرين هتحسي بتحسن جميل جدا فيه فم النفس المعدة فهو من الحاجات الطبيعية الحلوة جدا اللي بينصح بيها لصحة الفم والاسنان وصحة الجهاز الهضمي وكمان هنا في وصفتنا احنا استخدمناه لي استخدمناه عشان هو هيامل طبعا طبعا انا دي البطرمان الكبير ده بقسمه وباخذ منه عشان ايه احط منه فيه بطرمانات صغيرة كده عشان ايه للاستخدام عشان اسهل على نفسي طبعا احنا زيت جوز الهند عملنا بيه وصفة الزيوت العطرية مع الزيوت العطرية للمساج الزوجي اللي ما شاكتهاش طبعا ده فيديو سعيدي بيها نفسك وجوزك فاللي ما شاكتش الفيديو طبعا ايه تروح تشوفه فانا بقسمه على اجزاء كده طبعا ده عشان بصه اول ما سبته بقى بقى تقريبا زي يعني ايه ساح كده فبقسمه عشان يبقى استخدامه ساح حضرتك بعد ما بندخل الحمام بتتشطفي كويس قوي من من تحت بمية دافية بنشف كويس جدا زي ما قلنا في فيديو التنشيف والعناية بالمنطقة الحساسة اللي ما شاكتوش هحطه لكو في علامات الاي ولازم تروح تشوفي لان ده فيديو مهم جدا للبنات والستات طريقة العناية بالمنطقة الحساسة التنشيف الاختسال كل الحاجات دي واناها في الفيديو اللي فات بعد ما بتنشفي المنطقة كويس قوي بنبدأ اننا ندهنها من ايه من اعلى لأسفل كده ده بيخلي طبعا تدهني منطقة البكيني ومنطقة بين الفخاد عادي جدا البكيني لاين وما بين الفخاد زيت جوز الهند هو زيت بيقضي على الفطريات والبكتيريا بيفتح بينعم جدا البشرة البنات والستات اللي بتشتكيلي بعد ازالة الشعر الشعر بيطلع كده طبعا هو هينفع بعد ازالة الشعر بس ده هنقوله في فيديو العناية بالمنطقة وازالة الشعر فمن اكتر الوصفات اللي انا فعلا فعلا بنصح بيها كل البنات ان حضرتك تخسيلي المنطقة تنشفي كويس بتدهني زيت جوز الهند وبعدين بقى بتلبيسي البانتي بالفوط الصحية اوعدك وداعا للتهابات المنطقة الحساسة اثناء الدورة الشهرية وانا عايزاكوا تكتبولي في التعليقات البنات اللي فعلا فعلا بيحصل لها التهابات اثناء الدورة التهابات من الفوط الصحية الاحمرار اللي بيحصل في البكيني لاين وبين الفخدين اوعدك ان المشكلة دي هتنتهي المهم ان انت تخسيلي المنطقة تنشفي كويس بندهن زيت جوز الهند ونلبس ايه البانتي طبعا احنا بعدها بساعتين تلاتة بتغيري الفوط الصحية تاني هتعملي نفس الحاجات هتخسيلي المكان هتنشفي كويس ثم هتدهني الزيت دهني كده طبقة محترمة بس الديهان خارجي بندهن منطقة البكيني او المعبل دهان خارجي ثم بنلبس البانتي وبالفوط الصحية ونكرر العملية دي كل منغير الفوط الصحية خصوصا في اليومين اللي في النص اللي بيبقى فيهم الافراز كتير يعني فده من الحاجات اللي يعني هتبقى كويسة جدا كمان انت ممكن بعد بعد ما يعدي الخمس ايام او الست ايام بتوع الدورة تقتسلي وتطاهري وتدهني المكان هيعمل ايه نعومة حلوة جدا وممكن طبعا احنا قلنا ان اللي عايزة تزيل الشعر بتزيله الاسبوع اللي قبل الدورة الشهرية عشان لما الدورة الشهرية تجيلك هنزيل الشعر وندهن بزيت جوز الهند حاجة رائعة كده ومستنية تعليقاتكو على الفيديو واللي هتجرب تكتبلي بإذن الله واللي عندها اي سؤال تسألني وكمان خلال لايف كل يوم سبت الساعة عشرة بحبكم جدا اللي الناس يتعمل لايك تعمل لايك وشاركي الفيديو لكل صحباتك الدال على الخير كفاعل